وللمزيد حول أهم مجاة في المؤتمر الصحفي حول إجراء التصويت الإلكتروني لأول مرة بشأن انتخابات نادي هيئة قضايا الدولة الرياضي يطلعنا عليه الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري نعم مشاهدين الكرام بعد تحية نتواجد معكم الآن من داخل مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي دعت وسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي للإعلان عن التصويت الإلكتروني الجديد والتي سوف يطبق داخل الأندية الرياضية الخاصة بالوزارة المستشار عمر مروان وزير العدل أكد في كلماته أن هذه التقنية الجديدة تأتي تماشيا مع رؤية الدولة المصرية بتطبيق كافة أشكال التكنولوجيا وتطبيق الميكانة والرقمنة داخل أجهزة الوزارة ومن شأنها بأتأكيد سوف تؤدي إلى تلافئ السلبيات وتطوير الإيجابيات وخروج الانتخابات بنتائج ثابتة ونتائج حقيقية أيضا المؤتمر الصحفي الذي حضره وزير الشباب والرياضة أكد في كلماته أن هذه التجربة في حالة نجاحها سوف تؤدي إلى تعميمها في العندية المصرية جميعها طبعا بتطبيق كافة أشكال التكنولوجيا والرقمنة إذن هي تجربة جديدة تقوم بها وزارة العدل للحصول على نتائج ثابتة ونتائج حقيقية داخل الأندية الرياضية الخاصة بها ويمكن بعد ذلك بعد نجاح هذه التجربة أن تعمم لتصل إلى الانتخابات البرلمانية يمكن هذا أكثر أو أبرز ما جاء داخل المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وأعود إليكم مرة أخرى